السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مميز وجديد النهاردة بعد فترة توقف. ان شاء الله النهاردة حابب اعلن لكم انه تم اختيار قناتنا بشكل رسمي انها تكون سفير لمشروع وبالمناسبة دي هنعمل على كذا جهاز سورتشين. هيكونوا هدية مجانا مية في المية المتابعين القناة بتاعتنا. اه في خلال الفيديو النهاردة هقول لك ازاي تكون واحد من اللي حيفوزه بجهاز سورتشين مجانا مية في المية لمتابعين القناة. هتعرف الشروط في خلال الفيديو فما تروحش في اي حتى. خلال الفيديو النهاردة هنتكلم عن تحديثات كتير قوي 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 حصلت في الفترة اللي فاتت على مشروع سورتشين. زي ما 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 قلنا في فيديوهات قبل كده احنا في القناة عملنا تلت او اربع فيديوهات على سورتشين. وقلنا ان سورتشين لاير وان. آآ ده بيديها فرصة انها تكون بجد اكبر مشروع في خلال الفين اربعة وعشرين. لو مش مشترك في القناة اشترك. فعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيه كل ما نعمل جيفاوي على اجهزة سورتشين. زر اللايك بيسعدنا. شاركنا رأيك في الكومنتات. وما تروحش في اي حتة في حلال فيديو النهاردة. هتعرف التحديسات وحتعرف ازاي تكسب جهاز مجانا مية في المية وصل لحد باب بيتك. عشر ثواني ونبدأ الفيديو. ورجعنا على طول عشان نكمل فيديو النهاردة اللي هنتكلم فيه في تفاصيل كتير عن اهم التحديسات اللي حصلت في خلال الشهرين اللي فاتوا وخلال فترة احنا عارفين ان احنا كلنا دلوقتي في بنجرب الشبكة قبل ما تنطلق رسميا. قناتنا هنا كانت من اول القنوات اللي اه عامة اللي اتكلمت عن مشروع وشرحنا ازاي هو مشروع قابل للتطور اه مشروع في اه كتيرة انه يجي تحتي مشاريع اكبر واجبر تخلي مشروع فعلا هو واحد من اهم المشاريع اللي ابتدت في الفين اربعة وعشرين. اه في خلال الشهرين اللي فاتوا ابتدنا نجرب واطلع لنا شوية مشاكل كان فيه عربيات صعبة انها اه تتعرف على الجهاز الكلام ده كله فريق العملة اشتغل عليه بجد اه اهم مشكلة اول المشكلة خلينا اخدهم واحدة واحدة كده. اه كان فيه ناس كتير بتحاول تشتري الجهاز بس البلاد بتاعتها ما كانتش بتبقى ان هما يشتروا الجهاز. اه المشكلة دي اتحلت فريق العملة حلها يعني احنا هنا قادينا في لو دخلنا عالشوب. ده الجهاز بتاعنا اللي نتكلم عليه. واللي هندي جهاز منه مجانا النهاردة. واحد منكم هيحصل على الجهاز ده مجانا مية في المية. هتلاقي ان انت لما كنت تتيجي تدفع بالبيبال. اه بيقول لك ان ان العنوان بتاعك نوت ستبورتت. فالحل كان ايه? ادي اتو كارت. اما كنت بتيجي هنا اهم حاجة وانت بتشتري الجهاز ده زي ما قلنا في فيديوهات سابقة ان انت تخش هنا وتشوف الجهاز ده متطابق مع عربيتك ولا لا? هيشتغل مع العربية ولا لا? الجهاز ده مع عربيات كتير قوي اكتر من من مشروع ديمو مثلا لانه بيشتغل في كل بلاد العالم مش في اماكن معينة. اه تاني حاجة اه الفريق شغال على ان هما يحدسوا بتاع الجهاز باستمرار بحيث ان هو يشتغل على عربيات اكبر واكتر. فمسلا هتيجي هنا في هتدوس على دي هتيجي هنا كل اللي مطلوب منك تدخل نوع عربيتك. هنقول مسلا بي ام دابلو هي اللي جات قدامنا. هتيجي هنا تشوف موديل عربيتك هل هي ولا تختار الموديل وتعمل كده. دي طبعا عربية قديمة جدا. هنيجي هنا نقول مسلا دي. هيقول لك هنا الخمسمية خمسة وعشرين دي. بس الخمسمية وعشرين دي اتنين ليتر. فانت تحط موديل عربيتك بالزبط عشان تتأكد ازا كان الجهاز هيشتغل على عربيتك. وبعد ما تأكدت ان عربيتك من العربيات اللي بيركب فيها الجهاز الصورتين وهيشتغل بمنطقة البساطة لو لقيت ما بيشتغلش عندك في عنوانك هتختار من هنا ان انت تدفع بالتريبتو. وبكده تكون مشكلة اول مشكلة مشكلة الدفع اتحلت. آآ هنا بيقولك ان انت آآ تقرأ الحاجات دي اول حاجة هتشوف بعد كده هتعرف انه الشحن هنا كاتبين اهو ان انت في الوقت الحالي الاردر بتاعك هيتشحن في خلال ست لتمن اسابيع. آآ ده اللي مكتوب في الويبسايت. آآ انما في الحقيقة الجهاز بيتشحن اسرع من كده بكتير. انا يعني في ناس بتتواصل معايا. وفي ناس اشترت اجهزة من خلالي. الشحن كان خلال اقل من اسبوعين. آآ ده ياخدنا لتاني حاجة انه جهاز سورتشين سعره تسعة وسبعين يورو او حاجة وتمانين دولار. وده بيخليه ارخص ماينر موتاح في السوق حاليا. آآ تقدر تشتريه. السعر ده ممكن تاخد عليه تخفيض عشرة في المية. لو استخدمت الكرة اللي آآ الدسكانت كود بتاعي. هحطه لك في صندوق الوصف وحنجربه دلوقتي. ادي تامر رزق وعملنا ابلاي. الباينر بقى بواحد وسبعين خمسة وتسعين يورو او اقل من خمسة وسبعين دولار وده بيخليه ارخص جهاز تعدين متاح في السوق دلوقتي. آآ الجهاز بيتشحن لكل دول العالم. ما عندهمش دول ما بيتشحنش ليها. لو جيت تشتري وحصل معاك مشكلة في عنوانك تواصل معايا على جروب التليجرام او في الكمنتات وانا هحللك مشكلة الشحن وحخليك تشتري الجهاز لحد باب بيتك. آآ دول اول مستين اتكلمنا فيهم او تلاتة انه آآ عربيات كتير اضافت مشكلة التعريف بقت اسهل. آآ مشكلة الدفع اتحلت عن طريق الكريبتو. آآ السعر ارخص جهاز تعدين موجود في السوق دلوقتي وبيبقى ارخص لو استخدمت آآ كود الخاص اللي بيديك عشرة في المية على سعر جهاز التعدين. عايز اكتر من كده. اللي مخليك لحد دلوقتي ما بتشتريش الجهاز ده. آآ ميزة تانية. كل الدول العربية بلا استثناء حتى اللي ممنوع فيها الكريبتو الجهاز بيوصل لك وبيعدي من الجمرك بدون اي مشكلة لانه ببساطة هو جهاز يعني جهاز كشف اعطال سيارة. ففي الجمرك ما بيحصلش عليه اي مشكلة وبيوصل لك لحد باب بيتك من غير اي مشكلة. اول جزء من الفيديو خلصناه. عشر ثواني ونخش في الجزء التاني اللي هقول لك فيه تطورات اكتر ومميزات اكتر في مشروع بقت موجودة على ارض الواقع دلوقتي. هقول لك هيمشي ازاي? وهتكسب منه ايه? هقول لك ازاي تحصل على بتاعنا النهاردة مجانة من مية في المية? فمتروحش في اي حتة وكمل معنا الفيديو للاخر. تنساش اشتراك جرس زر اللايك كومت. ورجعنا تاني عشان نكمل آآ اهم التحديثات اللي حصلت على مشروع آآ اللي اشترى منكم الجهاز ده آآ كان واجهه شوية مشاكل في تعريف الجهاز آآ بعض العربيات حصل فيها مشكلة ان انت لما تسيب الجهاز راكب آآ فترة طويلة كان بيخلص بطارية العربية آآ المشكلتين دول اتحلو في آآ فرموير شغالة عليه الشركة دلوقتي هيحصل له تحديث قريب آآ الوقت المعلن انه تقريبا على اول شهر خمسة هيحصل تحديث هينزل فرموير جديد للجهاز هيحل المشكلتين دول. آآ حاجة تالتة انت لو عندك عربية تسلا فانت مش محتاج آآ جهاز تعدين انت مجرد ما تنزل التطبيق آآ هحطلك كود هيبقى هنا الكود ده تدخله في البرنامج عربية تسلا هتبتدي تعدن من غير اي مشاكل. آآ حاجة تانية احنا زي ما قلنا المشروع بتاع نازل على آآ يعني ده بيدي القابلية ان هو ياخد مشاريع تانية تحته اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده هتلاقيني هتطلق روابط آآ الفيديوهات اللي قبل كده فوق على الشاشة. آآ لو حابب تشوف آآ بتعرف معلومات اكتر اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده عن مشروع سورة شينفن فيش داعي نعيدها. آآ برضو هتلاقي عندنا في القناة فيديو عن طريقة تركيب آآ الجهاز في العربية من الصف لحد بدء التعديم. آآ ايه تاني عندنا? اكبر مشكلة كانت بتواجه الناس اللي بتعدن آآ سورتشين هي ان انت بتربط الجهاز مع التليفون عن طريق الواي فاي. فكان الجهاز ما بيتوصلش غير على الهوت سبوت بتاع تليفونك. آآ ده كان بيعمل مشكلة في ايه? ان انت كل ما تركب العربية لازم تمسك تليفونك تفتح الهوت سبوت تتأكد ان الجهاز وصل على التليفون عشان يبتدي التعديل. ليه? لان الجهاز كان بيتوصل على التليفون عن طريق الواي فاي. مع الفيرموير اللي حينزل في شهر ماي وان شاء الله جهازك حيتوصل بالبلوتوث. فانت ما عادش عندك الهدك ده كله. انت مجرد ان البلوتوث بتاعك يبقى شغال في التليفون فانت اول ما تركب العربية الجهاز بتاعك هيتوصل عليه اوتوماتيك ومش هتحتاج تعمل الهدك ده كله. آآ مش محتاج تفتحه على التليفون طول الوقت. يعني مجرد ان انت تسيبه في هو هيشتغل بدون اي مشاكل. ايه تاني? المشروع كده بجدب احسن مشروع في الفين اربعة وعشرين. لما يزيد عليه بقية العربيات حتبقى حيبقى متاح لعدد من الناس اكتر مجرد هيبقى زي ديمو بس في كل دول العالم مجرد ما تركب الجهاز في الاو بي دي بتاع العربية وتنساه هو هيبتدي عدن كل ما تمشي. فاضل ايه تاني? فاضل ايه ارجع افكرك ان الفيديو النهاردة هنعمل سحب على جهاز مجانا هقول لك شروط عشان تبقى مؤهل للسحب لدخول السحب هقولها لك في اخر الفيديو. آآ كده غطينا كل حاجة تقريبا نزلت لنا. فاضل الاردروب هيمشي ازاي? عايز تعرف الاردروب هيمشي ازاي? وازاي تكسب الجهاز ده مجانا? استناني في الجزء الاخير من فيديو النهاردة. وحابب انوه ان في الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم انبوكسنج جهاز الفراي وصلني امبارح. وحنوصله مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنعمل انبوكسنج وطريقة التركيب وطريقة التسجيل. كل المشاريع دي بجيبها لك لحد عندك وانت قاعد عالكانبة بتشرب كوباية شاي. وباللغة العربية. فما تبخلش علينا ان انت تشترك في القناة. تفعل زر الجرس على الكل. تدوس على زرار اللايك بيسعدنا. وتشارك رأيك معانا في الكومنتات. عندك جروب التليجرام. حاسب لك الرابط بتاعه. جروب هايل. مش انا بس اللي برد على الاسئلة. في ناس كتير معايا في الجروب بقالها اكتر من اربع سنين. بتحس ان هما عيلتك. اي سؤال بتخش تكتبه على مدار الاربعة وعشرين ساعة. ان ما كنتش انا برد عليه. هما بيردوا عليه. فدور على الرابط في صندوق الوصف تحت. وتعالى نورنا في جروب التليجرام. عشان تلاقي حل لكل المشاكل اللي بتواجهك. في كل المشاريع اللي شغلها دلوقتي. عشر ثواني. ونوصل للجزء الاخير في فيديو النهاردة. ما تروحش في اياه حتة. ورجعت لكم في الفكرة الاخيرة من فيديو النهاردة اللي حتتكلم فيها عن موضوعين. الموضوع الاول وهو بتاع سورتشين. وازاي تشترك فيه وحيمشي ازاي. آآ والحاجة التانية الخطوات اللي هتعملها عشان تكون مؤهل ان انت تكسب جهاز سور شين مجانا لحد باب بيتك من غير ما تدفع ولا دولار. اول حاجة بالوقتي اللي عندهم اجهزة او لو وصلك الجهاز ده قبل ما يخلص فالجهاز بيعدن اسمه تيموتوز. تيموتوز يعني تاست موتو. مش هي دي العملة اساسا اللي هتتعدن في المين نت. كل ما بتمشي بالعربية بتعدن تيموتوز وبتنزلها في محفاستك. آآ في بتاع السورتشين كمان فيه امكانية ان انت تعمل ستيكينج للتي موتوز اللي انت بتعدنها. طيب. خلصنا التست نت. دخلنا في المين نت. وهنعمل الاير دروب. فلنفرض مثلا ان انت خلال التست نت تعدنت الف تيموتوز. الاير دروب بتاعك هيكون عدد التي موتوز اللي في محفاستك. مضربين في اربعة. وفي كلام ان هما يبقوا مضربين في خمسة. لسه ما تقررش المالتي بليكسر النهائي ان هو اربعة او خمسة. وينزل في محفاستك التوكن السورتشين اللي هيبقى التوكن الاساسي اللي هيتباع ويتشارى. فخلينا نقول ان انت فيه في محفاستك يوم الاير دروب. الف تيموتوز. الاير دروب حينزل لك في المحفاستك اربع لخمس تلاف سور تشين توكن اللي هو هتقدر تبيعه وتشتري فيه. كده عرفنا الاير دروب. بسرعة. لو ما كنتش لسه اشتريت الجهاز. هتدخل على موقع سورتشين. هتدخل الكود الخصم بتاعي. هتشتري الجهاز باقل من خمسة وسبعين دولار زائد مصاريف الشاح حسب دولتك هي ايه? طيب ازاي اكسب الجهاز ده مجانا بدون مدفع ولا مليم? هتعمل شوية حاجات سهلة جدا. ما فيهاش اي حاجة. رقم واحد تكون مشترك في القناة بتاعتنا. رقم اتنين تفعل زر الجرس عالكل. رقم تلاتة تدوس لايك. رقم اربعة هحطلك الرابط بتاع الدسكورد بتاع سورتشين. هتشترك في قناة الدسكورد وحتكتب لهم تامر رزق سينت مي. فيش اسهل من كده. اخر حاجة ان انت تكتب اكبر عدد من الكومنتات في الفيديو ده. هنعمل الفيديو. هنعمل فيه السحب قدامكو. السحب هيكون الكتروني. انا مش هتدخل في مين آآ اللي هيكسب الجهاز ده. السحب هيتم مجرد ما الفيديو ده يوصل لالف لايك. وصلنا لالف لايك. هنعمل السحب على الجهاز ده. كل ما تكتب كومنتات اكتر على الفيديو ده. كل ما فرصتك في ان انت تحصل على الجهاز ده تزيد. لان احنا اللي هنستخدمه عشان يحدد الفايز. هيحدده عن طريق الكومنتات. اول ما اسمك يطلع هو الفايز. هنتأكد ان كنت مكمل بقية الشروط. ان كنت انت مكمل بقية الشروط فورا هشحن لك. هتواصل معاك اخد عنوانك. واشحن لك الجهاز ده لحد باب بيتك. هنحط آآ باكب تلات اسامي. يعني تلات اسامي هيطلعوا. الاول كان مستوى في الشروط هيتبعت له الجهاز. كان فيه شرط ناقص هنروح للي بعد. وهكزا. دي اسهل حاجة. وده اول جهاز من خمس اجهزة هنعمل عليهم سحب في الفيديوهات الجاية. لان لسه فيه تفاصيل كتير ولسه فيه اضافات كتير هتنزل عليه. المشروع مش بس جهاز بيركب في عربيتك وبيعدك. انا متوقع ان خلال الفين اربعة وعشرين حنشوف مشاريع تانية كتير تحت لان سورتشين مشروع سورتشين بلوك تشين عليه سورتشين ليير وان. مش ليير تو زي ديمو. مش ليير تو زي آآ مش ليير تو زي مش ليير تو زي مشاريع تانية كتير. المشروع ده انت على يعني فيه تطبيقات هتنزل كتير قوي تحت ايه. نبدا يعشل الفرصة. الجهاز لسه رخيص. الجهاز دلوقتي دخل في فالشحن مش هياخد الفترة اللي هم كاتبين عليها. في خلال اسبوعين بالكتير هيكون عندك الجهاز. آآ احنا خلاص تم اختيارنا كامباسدور معانا واحد من الشركة على تواصل اربعة وعشرين ساعة في اليوم. فلو عندك اي مشكلة بخصوص شرك الجهاز تواصل معي وانا هحلهاك. بكده اكون خلصت فيديو النهاردة. يا رب تكون واحد من سعداء الحظ اللي هيكسبه معانا الاجهزة. طبعا الاجهزة دي برعاية القناة وبرعاية سورتشين. اشتراك. جرز. لايك. الكومنتات. مجرد نتخلص الحاجات اللي طلبناها عشان تخش السحب تعال لنا عالتليجرام قلنا انت خلصت. شوفكم في الفيديو الجاي على خير. وكل سنة انتو طيبين.